الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كلما سمعتم خطيبا يقول أوصيكم بتقوى الله فالرجل يوصينا بترك الحرام أصعب شيء تلقى الله تعالى به يوم تلقاه حرام عليق في رقبتك وأنت مصر عليه لأن العبد إذا فعلها يحب الفرائض يا أخوان ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فكيف بعبد لا يصلي ولا يريد أن يصلي كيف بعبد لا يصوم ولا يريد أن يصوم كيف بعبد لا يزكي ولا يريد أن يزكي وربه يحب هذه الفرائض ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل تنجو وحدك وتكون من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في الأرض فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى وعليها مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع كل خطب الجمعة تدور حول هذه الأربعة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فقال كلا الإكرام والإهانة بالطاعة والمعصية فإذا رأيت عبدا يطيع الله فاعلم أن الله أكرمه وإذا رأيته يعصيه فاعلم أنه أهانه أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب الآية الكريمة صححت مفهوماً خطأاً عند الناس والحديث النبوي الشريف صحح مفهوماً وهكذا تجدون في القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحاً لعدد من المفاهيم ومن أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح ونحن في الخطبة الثانية عشرة في هذه السلسلة ذلك لأن التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكاً وسكوناً وأعمالاً وأقوالاً وعطاءاً ومنعاً من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به ومن تصور أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وضيعه التصورات تؤثر في التصرفات عنوان خطبة اليوم مفهوم ذكر الله تعالى ماذا تتصور؟ ما هو المستقر في قلبك وعقلك عن الذكر؟ يحافظ أحمد على مجلس ذكر في كل أسبوع يكثر فيه الاستغفار والتهليل والتكبير والدعاء فإذا انتهى المجلس انشغل أحمد عن الذكر إلى الوقت نفسه من الأسبوع القادم ترى هل هذا هو الذكر الذي طلبه القرآن والسنة من المسلم؟ صحيك؟ أنا كل جمعة الحمد لله الحمد لله عندي مجلس ذكر أذكر الله فيه وبحرق وحرارة حتى إذا انتهى المجلس إن شاء الله الأسبوع القادم أعود هذا هو الذكر صح؟ لمروى أوراد طويلة كل يوم ثلاثة آلاف تسبيحة وثلاثة آلاف تحميلة وثلاثة آلاف تكبيرة وثلاثة آلاف تهليلة وثلاثة آلاف حوقلة وصورة البقرة والأنعام والسبع المنجيات صدتها أذكارها عن رعاية زوجها وولدها وكلما سألها ولدها أو زوجها أمرا اعتذرت إليهما أنها لم تنهي أورادها بعد فإن أنهتها ستلبيهما ترى هل هذا هو الذكر الذي طلبه القرآن والسنة من المسلم؟ صح؟ تستمر؟ نصير نحن مثلا لكريم سبحة لا تغادر يده يحصي بها أوراده اليومية ولكن ذمة كريم المالية غير نقية وعلاقاته الأسرية غير مرضية وكلماته وأخباره غير سوية بس سبحته لا تفارق يده وحقيقة حقيقة هو يعني يسبح يحمد يكبير ترى هل هذا هو الذكر الذي طلبه القرآن والسنة من المسلم؟ أيها الإخوة ذكر الله هو روح الإسلام ولبه وإنسان عينه وقلبه مركز هذا الدين ذكر الله قلب هذا الدين ذكر الله بؤبء عين هذا الدين ذكر الله تعالى يحيي الله به قلوب الذاكرين وتحلق به عزائم السادكين وتعلو به همم العاملين يزيل الله بالذكر الوقر عن الأسماء والبكم عن الألسن والظلمة عن الأبصار ذكر الله تعالى هو باب الله الأعظم المفتوح بين الله وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته جعل الله لكل عبادة مقدارا ووقتا إلا ذكر الله قال عنه اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ذكر الله تعالى هو روح الأعمال الصالحة فإذا خل العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه شرعة الصلاة للذكر أقم الصلاة لذكر شرعة الجمعة للذكر إذا نود للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله شرع الحج للذكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما جعل الله عز وجل الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروى ورمي الجمار لذكر الله عز وجل كل الأعمال في الإسلام روحها الذكر إذا انتزع منها الروح كانت كجسد ميت أيها الإخوة الذكر يقابل النسيان والنسيان والذكر عمل القلب الآن كلام مهم جدا الذكر يقابل النسيان أنا متذكر أنه اليوم المسى بيني وبينك موعد أو أنا نسيان الذكر والنسيان عمل القلب لا عمل اللسان الذكر يقابل النسيان فهو وصف للقلب لللسان وأصل الذكر تنبه القلب للمذكور وحقيقة الذكر أن يتنبه العبد أن الله يراه في كل حركة وسكنة وأن ترى نفسك في حضرة الله حقيقة الذكر أن يتنبه العبد أن الله يراه ويسمعه في كل حركة وسكنة وأن ترى نفسك في حضرة الله فلا تنوي ولا تقول ولا تعمل إلا ما يرضي الله تعالى وما يرضاه لك إذا أمرك أتمرت وإذا نهاك انتهيت سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله 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 كلها مظاهر حركة باللسان حقيقتها أن يتنبه العبد أن يتنبه القلب أن الله الذي نسبحه نحمده نكبره نهلل له نحوقل باسمه نذكر اسمه الأعظم أن الله يسمع ويرى في كل حركة وسكنة من حركاتنا وسكناتنا وأن نرى أنفسنا في حضرته فلا ننوي ولا نقول ولا نعمل إلا ما يرضيه ويرضاه لنا إذا أمرنا أتمرنا وإذا نهانا انتهينا هذه حقيقة الذكر ومظهره في هذا الذي تسمعون فالذكر وصف حال القلب وإنما جعل ترديد اللسان لألفاظ الذكر ذكراً لأنه يعين القلب على التذكر والروح على التأثر هو بالأصل موه موهد الزكر الزكر ما في قلبك ما بفيد إذا أنا عم بقول اليوم اللي موعد معك الساعة 8 اليوم اللي موعد معك الساعة 8 اليوم اللي موعد معك الساعة 8 ألف مرة الصبح بأولون وألف مرة الضبر وألف مرة المساء بس ما بيجي على الساعة 8 ما بيفيد الذكر هو حالة القلب لكن جعل اللسان دليلا على هذه الحالة القلبية ليساعد القلب في التأثر والروح في التذكر حقيقة ذكر الله أن يعرف المرء ربه وقت النفق فيكرم وحين البأس فيقدم وحين الطمع فيحجم حقيقة ذكر الله أن يتقن العامل عمله لأنه يذكر أن الله يراه ما بقدر أنا إذا الله شايفني شلو كيف في إدامي مريض كيف سأغدر به مع الله يراني وأنا متذكر قلبي يستحضر بأنني في حضرة الله وأنه يسمع ويرى وأنه يراقبني في حركاتي وسكناتي حقيقة الذكر أن يتقن العامل عمله لأنه يذكر أن الله يراه وأن يجتهد الطالب في دراسته ليعلي بها أمر الله وترعى الزوجة مال زوجها وولده التزاما بأمر الله الزوجة التي تذكر الله ما بتقدر تؤذي أولادها ما بتقدر تأصر مع زوجها لأنها تعلم بأن الله يسمع ويرى وهي تذكره يعني أن قلبها متنبه إلى أنه يراها فما بتقدر تأصر حقيقة ذكر الله أن يبر لابن والديه تقربا من حضرة الله كيف أنا بدي أتقرب إلى حضرة الله يا أخوان إن شاء الله موجود في مكان جل جلاله حتى أقترب منه أمتارا الله عز وجل خالق الزمان والمكان هو أخبرني بأنني أتقرب إليه بطاعته فأنا لأنني أذكره ولأنني أريد القرب منه سأنفذ أوامره فأبر أبي وأمي لأنني أذكر بأن الله يحب أن أبر أمي وأبي حقيقة ذكر الله أن يبر لابن والديه تقربا من حضرة الله ويخدم الموظف مراجعيه إكراما لعباد الله ما هدون المراجعون؟ عباد الله تعالى ويحن التاجر على أبناء جلدته ليرحمه الله ويلبي المسلم نداء الصلاة امتثالا لأمر الله يفعل أولئك ذلك كله لأنهم يرون أنفسهم في قبضة الله وسطوته يتطلعون إلى نعيمه وجنته ويخافون من عذابه وعقوبته حقيقة ذكر الله أن تذكر ربك آناء الليل وأطراف النهار ليس ساعة بالأسبوع معقول أنا أذكر الله ساعة ويغيب الله عني طيلة الأسبوع ما الذكر هو تنبه القلب أنني ضمن مراقبة الرب فأنا لن أغيب عن الله أنا في كل لحظة أعلم بأنه أعتقد أنه يراني أعتقد أنه يسمعني حقيقة ذكر الله أن تذكر ربك آناء الليل وأطراف النهار وأن تعلم أن عافيتك ونشاطك وسعادتك بذكرك له وحضورك معه وأن سقمك وخمولك وشقاءك بغفلتك وبعدك عنه إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس كل واحد ما بيذكر الله مريض كل واحد ما بيذكر الله عليه سقم عنده خمول كل واحد نسيان بأن الله يراه يرتكب مخالفات لا يرضيها الله عز وجل قال التابعي الحافظ المفسر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن الذكر طاعة الله لأن الله يراني لأنه يسمع ويرى لأن حركاتي وسكناتي مسجل عنده وقلبي متنبه بأنه يراني فسأطيعه لا أستطيع أن لا أطيعه الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتحميد وقراءة القرآن قال الإمام النووي رحمه الله واعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله أصلاً هو ليش عم بيطيعه لأنه يعلم بأن الله يرى يعني أنا لما بدي تصدق هلأ ليش بدي تصدق ما حدا بيناتكم حيكافئني بس أنا متيقن بأن الله يراني وسجل نفقتي وقال لي إنه سيكافئني وأنا على يقين من قوله فسأتصدق فلما ذكرت تصدقت اللي عم بيصلي ليش عم بيصلي هلأ أنتم خارجين من المسجد ما حنقبض ولا واحد شيئاً لكن أنتم على يقين بأن الله يراكم وبأن الله أمركم وأنكم لا بد أن تطيعوه لتنعموا بخيري الدنيا والآخرة فتفعلون هذا هو الذكر اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله قال عطاء الخرساني المحدث الواعظ رحمه الله مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتحج وتتزوج وتطلق وأشبه هذا لما تعود بمجلس يعلمك ما أمر الله وما نهى الله تعالى عنه هذا مجلد ذكر لأنه يذكر لك أوامر الله ونواهي الله حتى تحفظها حتى تعمل بما فيها قال الحسن البصري الذكر ذكران ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره منيح لما تعود في بيتك تسبح تكبر الله عز وجل وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل هذه جلسة الذكر التي عدى في بيتك أو بعد الصلاة ستشحن روحك بالإقبال على الله فإذا خرجت إلى الطريق ورأيت ما يبغض الله عز وجل ستجدنبه وإذا رأيت ما أمر الله تعالى به فستلتزمه هذه المحرك الذي سيقوى وأنت في جلسة الذكر لتمطلق به في الحياة أخرج الخرائطي عن أعرابيا قال خرجت في بعض ليالي الظلام فإذا أنا بفتاة كأنها علم جميلة خير الله في ليلة مظلمة عم تضوي ضوية المخلوة فأردتها عن نفسها فقالت ويلك أما كان لك زاجر من عقل إذ لم يكن لك ناه من دين يعني إذا دينك ما بصدك عيب عليك عقلا خطأ هذا التصرف فقلت إنه والله ما يرانا إلا الكواكب ومؤمن بالكواكب قالت فأين مكوكبها ففي قولة الفتاة ذكر حقيقي لله تعالى عندما تذكر الله عند المعصية لأن حقيقة ذكر الله أن يتنبه العبد إلى أنه في سمع الله ونظره في جميع حركاته وسكناته ويرى نفسه في حضرته فلا ينوي ولا يقول ولا يفعل إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له إذا أمره اؤتمر وإذا نهاه انتهى ذكر الخرائطي قصة رجل أراد امرأة عن نفسها فقالت له أنت قد سمعت الحديث وقرأت القرآن وأنت أعلم الرجل طلع كمان آريو كاتب آت له خير يعني إذا هذا بيصير هالشيء أنت بتعرف أكتر مني فقال لها فأغلقي أبواب القصر فأغلقتها فدنا منها فقالت له بقي باب لم أغلقه قال أي باب قالت الباب الذي بينك وبين الله قال فخاف الرجل وانصرف قالت هذه الفتاة هذه الكلمة من هذه الفتاة هي ذكر الله الحقيقي لأن حقيقة الذكر أن يتنبه العبد إلى أنه في سمع الله وبصره في جميع حركاته وسكناته ويرى نفسه في حضرته فلا ينوي ولا يقول ولا يعمل إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له إذا أمره اؤتمر وإذا نهاه انتهى ومثل هاتين القصتين أيها الإخوة ما جاء في حديث السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا ذكر وكل هؤلاء يتشبهون لسيدنا يوسف عليه السلام حين دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ذكر أيها الإخوة تلاوة القرآن الكريم ذكر وذكر أسماء الله تعالى وصفاته ذكر وذكر أوامره ونواهيه وأحكامه ذكر وذكر آلائه ونعمائه ذكر وذكر ما ورد في أدعية الصباح والمساء ذكر وفائدة هذه الأذكار كلها تلاوة القرآن وأذكار الصباح وأذكار المساء وذكر نعم الله وذكر آلاء وذكر أوامر وذكر نواهي فائدة هذه الأذكار أن يهتز لها ضمير المسلم وأن يشرح بها صدره ويرتبط بها قلبه بربه لتدفعه إلى ساحي الحياة مراقباً ربه ذاكراً أنه في سمعه ونظره يعمر الأرض بهمته وينشئ حضارة لأمته حضارة تجمع بين المادة والروح والقلب والجسد والدنيا والآخرة أنت لما تعود بمجلس الزكر لكي اهتز ضميرك لكي قلبك يتنور لكي صدرك ينشرح فتنطلق في هذه الحياة وأنت متيقن أنك في نظر الله فتعمل جميع الأعمال وتقول جميع الأقوال التي ترضي الله عز وجل تعمر هذه الأرض بما يرضي الله عز وجل وإنه من الغلط البالغ أن يقف المسلم عند ترداد الأوراد بلسانه من دون أن يتنبه لها قلبه أو من دون أن تدفعه للقيام بالأعمال التي نيطت بحياته ووزعت على أوقاته تعود به الجامع معها تطلع تضلق تسبح وتحمد وتكبر وتأرى قرآن مرة فمرة مرة فمرة والقلب لم يتأثر والحياة لم ننشر فيها ذكر الله تعالى ليس صوابا وليس من أجل هذا جاء الإسلام قال الحافظ بن حجر في فتح الباري يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو الندب له وبناء على كل ما سبق أيها الإخوة ليس صوابا فعل أحمد عندما يجلس للذكر ساعة في الإسبوع ثم يغفل عن ربه طيلة الأسبوع بل صوابه أن يحثه مجلف الذكر على مراقبة الله تعالى في جميع حركاته وسكناته طيلة أيامه ولياليه وتخطئ مروة عندما تمنعها أورادها عما أوجبه الله عليها من رعاية زوجها وولدها ولو ذكرت الله حقا لذكرت أنه أوصاها بأولادها يوصيكم الله في أولادكم ولذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاها بزوجها إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة ولم يذكر الله كريم عندما تقطق بمسبحته ولم يطأطئ للحق في معاملته تقطق المسبحة لا تفيد انضباطك بالمعاملات المالية هو الذي يفيد بعد هذا يأتي تسبيحك وتحميدك وتكبيرك لم يذكر الله كريم عندما تقطق بسبحته ولم يطأطئ للحق في معاملته وعندما حافظ على حمل السبحة ولم يحافظ على حقوق الأسرة وعندما حفظ أذكاره ولم يحفظ لغيره أمواله الذكر مع هذه الأوراق طاعة الله انعكاس الذكر سورة الذكر نراها في طاعة الله تعالى أيها الإخوة من الأخطاء التي وقعت في تصور بعض الناس قصرهم الذكر على عدد من الأوراد معين في وقت محدد وإنهاؤهم ذكر ربهم عند انتهائهم من عدد أورادهم فنتج عن هذا التصور أن وجدت قارئا للورد في الصباح معتديا على حقوق الخلق عند الظاهرة ووجدت محافظا على أوراده المسائية ومفرطا في واجباته الحياتية كيف هيك؟ ما هو كثير بيذكر هذا بس هو يظن بأنه الذكر خلاص أنا الصبح الله وكي لكم اليوم عاد ساعة ساعة بيذكر الله هو يظن أنه الذكر انتهى لأنه يظن بأن الذكر هو هذه الأعداد التي قالها هذه صورة الذكر حقيقة الذكر أن يتنبه قلبك أنك في حضرة ربك في كل حركة وسكنة وهذا التسبيح والتحميد والتكبير ليضرم هذه الحرارة في قلبك ويزكي هذا في وجودك وشعورك ووجدانك على الطرف الآخر انقلب قوم على الأوراد والأذكار فهجروها هناك ناس الطرف الثاني يقول لك أخي ما بدي بالذكر شو بدي بالتسبيح والتحميد أنا بس بدي ربالي على أبي وأمي أنا بس عامل الناس بالخير أنا بس أخلائي حسني على الطرف الآخر انقلب قوم على الأوراد والأذكار فهجروها وانشغلوا عنها بالأموال والأولاد ناسين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون والصواب أن حقيقة الذكر أن ينتبه العبد إلى أنه في سمع الله ونظره في جميع حركاته وسكناته ويرى نفسه في حضرته فلا يظهر ولا يضمر إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له إذا أمره تمر وإذا نهاه انتهى وما الأوراد إلا منبهة للقلب ليفيق من نومته ويتيقظ من غفلته الله أعلم ختاماً خلاصة هذه الخطبة في هذه الكلمات واحد ذكر الله تعالى هو روح الإسلام ولبه وإنسان عينه وقلبه بس تذكروا أنه الذكر هو تنبه القلب أنك في حضرة الرب الإسلام جاء من أجل هذا لا يصلح الإنسان إلا أن يتنبه قلبه أنه في حضرة ربه لا يصلح الأسرة إلا هذا لا يصلح الأرض إلا هذا لا يصلح المجتمعات والبلاد إلا أن يذكر الإنسان أنه في حضرة ربه في كل حركة وسكنة والإسلام جاء لأجل هذا وشرائع الله كلها جاءت لأجل هذا ليصير العبد متحققاً بعبوديته ومتيقناً من ربوبية رب العالمين جل جلاله ذكر الله تعالى هو روح الإسلام ولبه وإنسان عينه وقلبه اثنين أصل الذكر تنبه القلب للمذكور وإنما جعل ترديد اللسان لألفاظ الذكر ذكراً لأنه يعين القلب على التذكر والروح على التأثر ثلاثة حقيقة ذكر الله أن يتنبه العبد أنه في سمع الله وبصره في جميع حركاته وسكناته ويرى نفسه في حضرته فلا ينوي ولا يقول ولا يعمل إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له إذا أمره اؤتمر وإذا نهاه انتهى رابعاً كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله ومن لم يطع الله لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتحميد وقراءة القرآن خامساً فائدة أذكار اللسان من قراءة وأوراد أن يهتز لها ضمير المسلم وينشرح لها صدره ويرتبط بها قلبه بربه لتدفعه إلى ساح الحياة مراقباً ربه ذاكراً أنه في سمعه وبصره يعمر الأرض بهمته وينشئ حضارة لأمته حضارة تجمع بين المادة والروح والقلب والجسد والدنيا والآخرة أيها الإخوة التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم ذكر الله تعالى والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه الله الموفق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة